الآن حركة النهضة على الأقل في مؤتمرها الأخير تصالحت مع الدولة الوطنية يعني قبلت فكرة الدولة الوطنية الدولة الوطنية الآن موجودة منذ أكثر من 50-60 سنة وفرضت نفسها في الواقع وهي دولة حقيقة لها مكوناتها ولا يمكن أن نستغني عنها يعني لو نرفض الدولة الوطنية الآن ما هو البديل؟ البديل هو الفوضى البديل هو هذا ما يسمى داعش ومش عارف إيش يعني باسم الخلافة ويدمرون الإسلام والمسلمين والدول الإسلامية كلها ويقطعونها يعني إربا إربا فالآن الكثير من الحركات الإسلامية بدأت تتقبل فكرة الدولة الوطنية يعني أعضاها حركة النهضة وأنا كذلك أعتقد أن خلافة الله في الأرض هي للأمة بصفة عامة ليست لدولة بعينها أما الدول فهي تأتي لتنوب الشعوب هناك وحدة هي عاطفية ووحدة دينية ليست هناك وحدة سياسية الأمة الإسلامية لم تكن أبدا في إطار دولة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر